السياسات الخارجية للصين تقوم على عدد مبادئها التي ترسل برسائل طمأنة وثقة من المجتمع الدولي وخاصة الدول النامية إلى الصين أولاً أن الصين ليس دولة استعمارية ولم يكن في تاريخها أي تجارب استعمارية أن الصين سياسات الخارجية تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول على الفوز وعلى التعاون المشترك من خلال ما يوعب بالتنمية السلمية مصرحة التنمية السلمية على تبادل المنافع والمصالح على أن يكون المفاوضات والحوار هو أساس حل أي خلافات أو نزاعاتنا بين الجانبين وعدم اللجوء إلى الحلول العسكرية لحل النزاعات أو الخلافات بتوقيت بكين هو مائدة حوار هادئة تجمع الكثير من المحبة والتعاون والصداقة نتناول فيها سبل التعاون البناء في كافة المجالات بين الدول العربية والصين مرحبا بكم أعزائي المتابعين في بودكاست بتوقيت بكين بمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس تشي جين بينج عن تشين عام 2024 عام الشراكة المصرية الصينية والذي سيشهد العديد من الفعاليات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية وأيضا السياحية والثقافية بهدف دفع تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات وفي هذه الحلقة من بودكاست بتوقيت بكين سنلقي الضوء على أهم الملفات والقضايا والتي تعد بمثابة خارطة طريق لتطوير العلاقات المصرية الصينية كما يسعدنا أن نرحب بالضيف الكريم الدكتور عماد الأزرق رئيس مركز التحرير للدراسات والأبحاث مرحبا بك دكتور عماد مرحبا بك بأستاذ المشاهدين أستاذ مصطفى في البداية نود أن يتعرف المتابعين أكثر على ملامح الشراكة المصرية الصينية متى بدأت وإلى أين وصلت وما هي الفوائد التي ستعود على البلدين في المرحلة المقبلة والمرحلة الحالية أيضا يمكن خلينا أوضح لحظاتك والأستاذ المشاهدين أن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطور بلد الأهمية منذ عشر سنوات تقريبا منذ توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية المصرية الصينية خلال زيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبيكين في ديسمبر 2014 وتوقيع هذه الاتفاقية وما تلاها من توقيع برامج تنفيذية لهذه الاتفاقية التي رفعت مستوى العلاقة ما بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشملة بالتأكيد هناك نقلة نوعية كبيرة حققات هذه الاتفاقية ما بين الجانبين نقلت التعاون ما بين البلدين من مجال التعاون ما بين دولتين صديقتين إلى تعاون ما بين شركاء في التنمية شركاء في تنظيم المجتمع الدولي وفي تطوير المجتمع الدولي شركاء على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي ليس مجرد شركاء على المستوى السنائي فقط وإنما انتقت هذه الشراكة ما بين الجانبين إلى مستوى المتعدد الأطراف أيضا وأصبح هناك دعم متبادل للجانبين على مستوى المحافية الدولية بالتأكيد هذه الشراكة منذ اطلاقها في عام 2014 وحتى الآن في هذا العام الذي نحتفل فيه بمرور عشر سنوات على هذه الشراكة الستوى الشاملة شاهدت مجالات التعاون ما بين الجانبين تطور كبير جدا يكفي أن أنا أؤكد لحضلك أن العلاقة المصرية أو أصبح هناك ثقة كبيرة من الجانب الصيني في التعاون مع الجانب المصري كانت هذه الشراكة مهتزة بعض الشيء قبل 2014 كانت هناك كثير من الاتفاقيات التي كانت يتم توقعها ما بين الصين ومصري ولكن كانت تظل حبيثة الأدراك ولا يتم تفعيلها بالشكل الكافي وهو ما كان يفقد الجانب الصيني الكثير من المصدقية في التعاون مع الجانب المصري وكان يعتقد دائما أن هذه الاتفاقيات توقع من أجل البروغاندا الإعلامية الوضع اختلف منذ 2014 وتحاول هذه العلاقة المصدقية للشراكة الشاملة الرئيس السيسي دفع بقوة في سبيل تعزيز هذه الشراكة والتأكيد وعلى مثل هذه المصدقية الكبيرة يكفي أن الرئيس السيسي زار الصين حوالي 8 مرات يزور الصين بمعدل عام زيارة سنويا إذا استسننا سنوات عامي كورونا ولكن الرئيس كان حريصا دائما على زيارة الصين الصين أيضا كانت حريصا على تقديم مصر كصديق وكشريك قوي تعتمد وتتعاون معه في تحقيق الكثير من الأهداف التي سنعت إليها في خلال الحديث الصين كانت حريصا دائما على دعوة الرئيس السيسي لحضور أهم الفعاليات التي كانت تصدفها مثل قمة العشرين مثل مبادرة الحزام والطريق مثل الاحتفال بالزقة السبعين للحرب العالمية الثانية مثل قمة بيريكس والصين ضغطت بقوة لإدخال المصر في الكثير من المحافل الدولية مثل محفل بيريكس مثل البنك الأساوي للتنمية والاستثمان في البنية التحتية بالتأكيد يعني كل هذا كان يصب في دعم وتعزيز التعاون المشترك واللي انعكس بشكل كبير على العلاقات الاقتصادية وعلى التعاون الاقتصاد وأصبحت الصين هي الشريك التجاري الأول لمصر على مدار 11 عام بشكل متتالي يعني الصين على مدى 11 عام الماضية هي الشريك التجاري الأول لمصر الصين على خلال السنوات الماضية يعني ارتفعت حجم الاستثمارات الصينية بشكل كبير جدا في مصر هناك أصبح هناك 7 مليار دولار حجم الاستثمارات الصينية في مصر هناك 1500 شركة الصينية تستثمر في مصر حاليا هذه نقاط رئيسية ومهمة سنأخذ كل نقطة منها بالتفصيل دكتور عماد ولكن على ذكر أن الشراكة المصرية الصينية الآن أصبح لها مبادرات وقرارات وتفعل ليس كما كان يحدث في السابق كما ذكرت حضرتك دكتور عماد فتأسيسا على النجاح خلال السنوات الماضية كما ذكرت وحرص البلدين على توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا فما هي المحددات الأساسية وما هي عوامل إنجاح هذه الخطوات والتي ستعود بالتأكيد بالنفع علينا على مصر وعلى الدول العربية أيضا إذا تم تفعيل هذا بشكل سريع وبشكل حقيقي على أرض الواقع كما ذكرت فهل هناك جدول زمني أو هل هناك نقاط عريضة تم الاتفاق عليها بين مصر والصين الأهم من كل ذلك أن هناك إرادة سياسية قوية من الجانبين لتوطين الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا المتقدمة الصينية في مصر لأن هذا يعود بالنفع ليس على مصر فقط وإنما على الجانب الصينية إذا هناك منافع متبادلة من التعاون في هذا الإطلاع بالنسبة لمصر طبعا مصر لديها خطة عشرين تلاتين لتنمية المستدامة مصر تسعى إلى تحديث إلى بناء اقتصاد قوي بعد أن نجحت في قامة بنية أساسية وتحتية قوية للغاية وأصبحت هذه البنية التحتية لديها استعداد كبير لاستضافة والاستعداد لقبول المزيد من الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة حتى يتم رفع مستوى أو رفع نسبة الجدوة الاقتصادية لهذه المشروعات البنية التحتية وبالتالي هناك توجه مصر كبير خلال الفترة المقبلة خاصة خلال الخمس سنوات المقبلة لتوطين التكنولوجيا بشكل كبير جدا وتوطين الصناع وهناك الكثير من المشروعات التي تتركز عليها مصر في هذا الإطار منها مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشروعات الزكاة الاصطناعية مشروعات تنمية الزراعية مشروعات الصناعية الصناعات المتغضمة صناعات القهربائية صناعات السيارات القهربائية وغيرها من الصناعات أيضا الصين تستفيد من توطين هذه التكنولوجيا لأنه من المعروف أن أي قوة عزمة لابد أن تمتلك أربع نوع من القوة القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والقوة الثقافية والقوة التكنولوجية الصين أصبح لديها القوة الاقتصادية بشكل كبير أصبح لديها قوة تكنولوجية بشكل كبير أصبح لديها قوة عسكرية بشكل كبير أصبح لديها قوة الثقافية بشكل كبير وهي الآن تركز على القوة التكنولوجية على نشر القوة التكنولوجية ولذلك هي تهتم إلى ليس كما تصنع الدول الغابية في احتقار التكنولوجيا وإنما هي تسعى إلى نشر التكنولوجيا الصينية حتى تمتلك القوة التكنولوجية التي تسمح لها بأن تصبح لعب فاعل دولي في النظام الدولي يمكن كلنا نتذكر الحرب التجارية التي نشأت منذ سنوات على خلفية تكنولوجيا الفيفجية التي امتلكتها الصين وهواوي واحتقار رقائق الذكية المسألة لم تكن فقط منجرد حرب التجارية ما بين الجنبين ولنما هي حرب تكنولوجيا بالأساس لأن الصين كانت لأول مرة في التاريخ الصين تصبك الدول الغربية في التكنولوجيا وتمتلك تكنولوجيا تصبك بها الدول الغربية وكان هذا مؤشر قوى على أن الصين قادمة بقوة في المجال التكنولوجيا وهو ما كان يعني يرهب ويرعب ويفزع الدول الغربية لأنه يدرك أن امتلاق الصين للتكنولوجيا المتقدمة معناها أن الصين أصبحت تزبقه بخطوات كثيرة في كل المجالات وبالتالي سيكون من الصعب على الدول الغربية مواجهة الصين ولذلك في الصين حريصة على أن تسعى إلى نشر التكنولوجيا أيضا عندما تمتلك مصر التكنولوجيا الصينية في كل المجالات فهذا يعني انسحاب التكنولوجيا الغربية التي تعتمد عليها مصر في مجالات كثيرة سواء في الطرق في المواصلات في القهرباء في الصناعات في الأجهزة القهربية في الصيارات وبالتالي استبدال التكنولوجيا الغربية بالتكنولوجيا الصينية وهذا أكبر داعم للاقتصاد الصيني والتكنولوجيا الصينية وبالتالي هو يحقق المنافع المتبادلة للجنبين وهذا هو لب السياسة الخارجية الصينية أن السياسة الخارجية الصينية لا تقوم على الفوز الوحادي الجانب وإنما تقوم على الفوز المتبادل وتبادل المنافع ما بين الجنبين وتحقيق المصالح المتبادلة دكتور عماد حضرتك ذكرت أن السنوات المقبلة والعشر سنوات الماضية كان فيها تغير نوعي في تحقيق الاتفاقات وأن الاتفاقات ليست فقط من أجل البروباجندا أو اتفاقات لا تفعل وبذكر أن نحن نحتفل الآن بمرور عشر سنوات على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين فكيف نرى الفرق بعد إحداث هذه الشراكة وبعد تفعيلها وبعد بدأنا نرى الصين يعني عضو رئيسي وفعال في مناطق صناعية وصناعة أو إنشاء القطار الكهربائي في العشر من رمضان والقمر الصناعي سات اتنين ومشاركتهم في العديد من المشاريع الصناعية فما هي المشاريع الأخرى العملاقة الكبرى التي من الممكن أن نراها أيضا نتيجة تعاون حقيقي وفعال بين مصر والصين في السنوات المقبلة يمكن الصين لديها سمة مهمة جدا أن هي العتابات عتابات السنوات بمعنى أن الصين عتابات السنوات عتابات السنوات بمعنى أن الصين كل خمس سنوات أو عشر سنوات على أي اتفاق أو أي مشروع أو أي مجال تقف تلطقة الأنفاس تقيم السنوات الماضية ثم تضع رؤية للسنوات المقبلة لذلك فهي العشر سنوات الماضية نحن الآن هذا العام نحتفل بمرور عشر سنوات وإطلاق التعاون للخمس سنوات المقبلة من خلال البنامج التنفيذ الذي أقارته للدولتين لعامي الفين وعشرين الفين و칠roitين هذا البنامج التنفيذي يعكس توجه الدولتين وتوجه التعاون بين الدولتين خلال السنوات المقبلة وكيف أن مصر والصين أجادوا في قراءة التعاون خلال السنوات الماضية ووضعوا الرؤية المستقبلية. بالتأكيد هذا البرنامج التنفيذي للتعاون ما بين البلدين يركز على موضعين مهمين جدا وهو موضوع توطين التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة على وجه التحديد بالإضافة إلى التعاون. نقل التكنولوجيا. نقل التكنولوجيا بالإضافة. ليس نقل التكنولوجيا ولكن توطين التكنولوجيا بمعنى أن تصبح مصر شريك في هذه التكنولوجيا في تحديث وتطوير مثل هذه التكنولوجيا بمعنى أن الصين تعطيك تكنولوجيا وانت لك الحرية فان تستكمل تستكمل ما تم التواصل اليه في التطوير والتحديث والبناء عليها وابتكار تكنولوجيا مضافة مضافة اليها. على سبيل المثال من اجل التوضيح للمشاهدين ليس فقط صناعة تكمليا للسيارات انما تستطيع ان تصنع سيارة بالكامل في مصر على سبيل المثال بالتأكيد يعني على سبيل المثال ما حدث بالفعل كمثال تجريب العام الماضي هو اطلاق القمر الصناعي المصري هذا القمر الصناعي تم انتاج اجزاء في الصين بالتعاون ما بين الخبراء الصينيين وبمشاركة خبراء مصريين ثم تم نقل هذه الاجزاء الى مركز التحكم والسيطرة في الاقمر الصناعي المصري الذي قامت الصين بانشاؤه في مصر واهداؤه لمصر حيث تم تجميع القمر الصناعي وتجهيزه للاطلاق بالايات المصرية وبإشراف ومشاركة خبراء الصينيين ثم تم نقل هذا القمر الصناعي الى الصين اللي يتم اطلاقه من من قاعد اطلاق الصواريخ في الصين بحضور خبراء مصريين وبالتالي بخبراء مصريين أصبح لديهم خبرات وخدرات على الانتاج الاقمر الصناعية على تجميع الاقمر الصناعية واختبارها واطلاقها وبالتالي أصبح لديه تستطيع مصر في مرحلة ما مقبلة تصنيع قمر صناعي من خلال متساباته من خبرات من الجانب الصيني في عملية الانتاج إذا ما توفعت لديها المنتجات أو الخامات الأساسية والرئيسية لإنتاج القمر الصناعي أيضا هناك اتجاه في مصر لتوطين صناعة السيارات القهربية حاليا الشركات الصينية ستقوم بإقامة مصانع لها لإقامة والتصنيع السيارات القهربية لكن عن طريق نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة كما ذكرت بالتأكيد سيتم إنتاج نقل المصانع والتكنولوجيا إلى مصر ويتم إنتاج السيارات الصينية ولكن في مرحلة ما تستطيع مصر بما اكتسبته من خبرات أن تكون بإنتاج سيارات مصرية قهربائية تعمل في هذا المجال بعد اكتساب الخبراء المصريين لهذه التكنولوجيا واستعابهم لتطور التكنولوجيا هذا ما يميز الخبراء المصريين بشكل كبير ممكن ما يميز التبادل أو التعاون التكنولوجيا ما بين مصر والصين على سبيل المسال المنطقة الاقتصادية الموجودة في خريق السويس في العين السويس ما يتم في هذه المنطقة هو أن يتم الاستعانة بالشباب المصريين ويتم تدريبهم على أعلى مستوى ويتم تسفيرهم إلى الصين للحصول على دورات تدريبية تأهيلية ثم عودتهم إلى مصر مجددا والدخول في هذه الصناعة بقوة من خلال الخبرات التي تكتسبها وبالتالي أصبح على دورات مصر كوادر مهمة جدا في صناعات كسيرة منها الفيبر جراس والعلياف الضوية وغيرها من الصناعات المهمة وهذا ما يتم انتهاجه في كافة الصناعات أنك تحصل على التكنولوجيا ثم يكون لك الحرية والحق في أن تبني على ما حصلت عليه وهذا عكس ما يفعله الغرب تماما مع مصر ومع المنطقة العربية لا ينقل تكنولوجيا لا يوطن صناعات بل حريص فقط على احتكار التكنولوجيا وأسرار الصناعة وأن تكون فقط مجرد مصر أو المنطقة العربية لها صناعات تكملية وليست صناعات حقيقية بالفعل يمكن أن الغرب يحتكل طول السنوات الماضية ويحرص على أن يحتكل التكنولوجيا ولا ينقلها إلى الدول النامية والدول الفقيرة حتى حرص منه على أن تبقى الدول النامية والدول الفقيرة هي مجرد أسواق لاستعاب منتجاته وتبقى أسواق مفتوحة أمام الصادرات الأوروبية إليها وأمام التكنولوجيا الأوروبية لأن الدول الفقيرة ودول النامية استوعبت هذه التكنولوجيا وقامت بالاعتماد على أنفسها يعتقد الغرب أن هذا سيغلق الأسواق 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 أمام المنتجات الأوروبية وهذا غير صحيح على خلاف النظرة الصينية التي تنظل للأسواق أو للدول الفقيرة والدول النامية بيعتبر أنها شركاء في التنمية وبالتالي يمكن لهذه الدول أن تكون محرك قوي للاقتصاد الصيني وليس العكس ننتقل من الصناعة دكتور عماد إلى ملف السياحة على سبيل المثال نظرا للشراكة المفعلة والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين هل سنرى دور صيني أكبر في القطاع السياحي من إنشاء ليس فقط لجلب السائحين الصينيين بل في الإنشاءات السياحية وتدريب الكوادر والإنشاء أماكن جذب جديدة بطرق حديثة في القطاع السياحي وخصوصا أن مصر تعدى وجهة سياحية عالمية وبها الكثير من المقاومات وعوامل الجلبة السياحية في الحال يمكن السوق الصيني هو أكبر سوق سياحي في مستوى العالم السوق الصيني بيصدر سنويا 120 مليون سائح 120 مليون سائح يخرجوا من الصين صين للقيام بجوالات سياحية حول العالم وبالتالي إذا استطاعت تستقطب واحد في المية من هذا فقط العدد سيصبح لديها تستقبل مليون ومئتين ألف سائح وبالتالي هناك تعاون كبير ما بين الجلبين هناك حرص صيني كبير على التعاون في هذا المجال يمكن ما يسهل ذلك أن الصينيين في المدارس والصينيين بشكل عام بينظروا للحضارة المصرية باعتبرنا هي الحضارة تقف على خدمة مصرية أو تزبق الحضارة الصينية ببعض الأمطار أن الحضارة المصرية أقدم الحضارة الصينية من حوالي ألفين سنة أقدم حضارتان على كوكب الأرض المصرية والصينية طبعا تأكيد غم ينظرون للحضارة المصرية باعتبرها الأم الحضارة الإنسانية وهي حضارة تتمتع بالحكمة مثل الحضارة الصينية وبالتالي هناك شغف كبير للتعرف على الحضارة المصرية بشكل كبير وسيكون هناك عندما تتطور الأحداث سيكون هناك إقبال سياحة كبيرة من أسلق الصين على أسلق المصر الأمر الثاني أن هناك اتجاه كبير للتعاون في مجال المنشآت السياحية من خلال ضغط استثمات صينية كبيرة في مجال المنشآت السياحية لأن مصر بفضل ربنا طبعا أصبحت الآن تعاني من نقص في الغرف الفندقية عندما تلتقي مع أي مسؤول سياحي أو أي مسؤول فندقي يعني يقول لحظاك أننا نعاني لحاليا من نقص في الغرف الفندقية وأننا نحتاجين استثمارات سياحية فندقية خاصة في الأماكن التي تنتشر فيها السياحة نريد هذا النقص الدائم بالتأكيد يعني نسعى دائما نعظم الطلب بشكل كبير فلذلك هناك الفتح المقبلة ستتضمن تعاون كبير في المنشآت السياحية نحن الآن ونحن نجلس لأن هناك منذ حوالي أيام تم افتتاح معرض الأسرار المصرية في متحف شنغهاي الدولي والساسمير لمدة عام عظيم قبل أن تم افتتاح المعرض رسميا كانت تم حجز نصف مليون تسكرة لزيارة المعرض نصف مليون تسكرة قبل افتتاح المعرض هذا يعني إقبال كبير جدا إقبال كبير جدا طب يعني ممكن أنا ألتقت بمسؤول من الصين قبل المعرض قال إن الصفارة الصينية يعني السفير المصري في بكين بيشتكيلوا إن العاملين في الصفارة ما همش عظيم يحصلوا على تذاكر لزيارات عظيم المعرض أن هم ينتظروا بعد الوقت على حد من الازحام والإقبال على المعرض نعم وبالتالي هذا يقدم صورة مصغرة للحضارة المصرية وبالتالي يكون الإقبال يعني إذا كان هذا قطع بسيطة حوالي 870 قطع من الأصار المصرية تمثل مختلف العصور في مصر مختلف المجالات في مصر القادمة فبقى لك بقى بالحضارة نفسها كيف هي وكيف يمكن الإقبال عليها وبالتالي أتصدر أن الفضل المقبلة ستشهد إقبال السياحة يصدر أنه كبير سيزداد بشكل كبير يعني حتى الآن حوالي 600 ألف حجم السياحة من 550 إلى 600 ألف السياح يصدر أنه خلال سنوات المقبلة ستشهد طفرة كبيرة دكتور عماد ما هي فعاليات الدولة مصر والصين في مبادرة الحزام والطريق يمكن عشان نعرف مدى استفادة الدولتين من مبادرة الحزام والطريق نعرف الأول يعني إيه مبادرة الحزام والطريق مبادرة الحزام والطريق أطلقها الرئيس شيجين بينغ في عام 2013 يعني هذا العام أيضا يحتفلون بالعام بداية العشرية الثانية لمبادرة الحزام والطريق نعم مبادرة الحزام والطريق تعتبر هي أكبر مبادرة في العالم حاليا يدخل في عضويتها حاليا حوالي 180 دولة ومنظمة دولية وأقلمية حول العالم هي بتسعى أو تعتبر رأس حربة السياسة الخارجية الصينية هذه المبادرة بتستهدف تحقيق التعاون المشترك وربط مناطق العالم المختلفة خاصة أسيا وإفريقيا وأوروبا ومن خلال ممرات اقتصادية وممرات تجارية بهدف تعزيز وتعظيم التعاون المشترك وزيادة التبادل المشترك بالتأكيد يعني هذه المبادرة يعني الطريق الحزام والطريق مبادرة الحزام والطريق هي بتأتي رؤية جديدة لطريق الحرير القديم طريق الحرير القديم كان طريق العالم إلى الصين مبادرة الحزام والطريق هي طريق الصين إلى العالم وبالتالي هو بيعكس التوجه الصيني نحو التعاون مع دول العالم الدول الغربية تنظر لمبادرة الحزام والطريق لأنها خطوة أو محاولة صينية لإعادة تأسيس أو إعادة تشكيل نظام دولي جديد تكون بورته الصين أو تهيمن عليه الصين حسب الرؤية الغربية حتى إذا كان هذا حقيقي نتمنى أن يكون هذا حقيقي ولكن يعني الصين دائما في السياسات الخارجية للصين تقوم على عدد مبادئها التي ترسل برسائل طمأنة وثقة من المجتمع الدولي وخاصة الدول النامية إلى الصين أولا أن المصين ليست دولة استعمارية ولم يكن في تاريخها أي تجارب استعمارية المصين سياسات الخارجية تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول على الفوز والتعاون المشترك من خلال ما يوعف بالتنمية السلمية على تبادل المنافع والمصالح على أن يكون المفاوضات والحوار هو أساس حل أي خلافات أو نزاعاتنا بين الجانبين وعدم اللجوء إلى الحلول العسكرية لحل النزاعات أو الخلافات والصين تطبق ذلك بشكل كبير جدا وهو ما يعطي العالم ثقة أكبر الأمر الثاني أن هذه المبادرة اكتسبت اهتمام كبير وثقة كبيرة من الدول النامية لأن الدول النامية شعرت بما يمكن أن تحققه من معدلات تنمية ومعادل المو في البنية التحتية من خلال التعاون مع الصين على عكس السنوات السابقة لذلك على عكس التعاون مع الدول الغربية الوجود شراكات حقيقية تفاعلها الصين الوجود شراكات حقيقية مع الصين ووجود مشروعات تنموية على أرض الواقع حقيقية طفالات كبيرة في الاقتصادات الأفريقية على وجه التحديد هناك ممرات اقتصادية كاملة قامت بشقها الصين بالتعاون مع كثير من دول سواء في الجوار الأسياء او في الدول الإفريقية هناك انتعاش كبير في حلاقة التجارة العالمية بين الصين ودول العالمة او ما بين الدول العالمية ايضا انها جاءت على خلاف الدول السياسة الغربية السياسة الغربية كانت تعتمد سياسة الحدود والحواجز وصنع الخلافات والمشاكل لدول وفتعال المشاكل والخلافات لدول الجوار حتى تظل حريص على احكام سوطراتها على دول الصين تقوم سياستها في من خلال مبادرة الحزامة الطريقة على إقامة محاور تنموية محاول طرق وساكة كحددية تربط الدول ببعضها البعض حتى يسهل التبادل التجاري ويسهل تبادل المنافع مبين الدول. مصرين على سبيل المثال تتبنى محور القاهرة كيف تكون الاقتصاد وهو سيكون محور هام جدا للتعاون الاقتصاد مبين دول شركة. وهناك الكثير من المحاور في مثل هذا الاطار. وبالتالي مصر آآ كدولة آآ تحظى وتتمتع باحتضانها لقناة آآ السويس وآآ كنها تقف على نصيطي البحر الأحمر والبحر المتوسط وتتوسط المنطقة العربية وتعتبر بغوابا للقارة الافلوقية. ولديها علاقات كبيرة مع آآ علاقات تجارية كبيرة مع الدول الأوروبيان. كل ذلك بيجعل مصر مهمة جدا ونقطة محورية على مبادرة الحزام والطريق وبيوط المصر هامية كبيرة. لذلك كان الصين حريص على أن تكون مصر آآ احد آآ 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 اوائل الدول التي تشارك في هذه المبادرة. وقامت بي. واعطبت أن كل المشروعات التي تقومها أو التي تدخل فيها الصين في مصر تدخل في اطار مبادرة الحزام والطريق خاصة ما يتعلق بآآ آآ مثلا على سبيل مسال القطار آآ القهربائي. في العشر من رمضان. مشروعات القطار السريع مشروعات الربط القهربائي مشروعات تطوير وتنمية بعض عدد من الموانئ المصرية مشروعات التعاون الاقتصادي في منطقة خليجي السويس ومشروعات الجديدة التي تقوم بإنشاء في المنطقة الاقتصادية للقناة السويس في عدد من المنطقة الاقتصادية فيها كل هذا يعني يعزز من مكانة مصر في مبادرة الحزام والطرهير أيضاً على الواجهة الآخر الصين بالتأكيد أيضاً حصلت على فوق كثيرة متخدر ربط الاقتصاد الصيني بالكثير من الاقتصادات العالمية وأصبحت هذه الاقتصادات محرك للاقتصاد الصيني بشكل كبير يمكن خليني بس أوضح نقطة لو ينفع أن دايماً في حاجة في الاقتصاد اسمها منحنة المنفعة الحادية أو تناقل أو تقنون تناقص الغلة ده في الاقتصاد ده بيعتبر أنه هو أن أي شيء في الدنيا أو أي نشاط في الدنيا بيظهر للارتفاع في منحنة الارتفاع حتى يصل إلى منحنة نقطة اسمها نقطة التشبع ثم يعود المنحنة للهبوط هذا ما يحدث في الاقتصادات الأوروبية وأغلب الاقتصاد الأسرائية أنها وصلت إلى منحنة التشبع وبالتالي أصبح ليس هناك محرك للاقتصادات لهذه الاقتصاد ولذلك تراجع بشكل كبير معدلات النمو في هذه الاقتصادات من خمسة وستة وسبعة وتمانية إلى واحد واثنين وتلاتة في المية الاقتصاد الصين تفهم هذا جيداً وتعرف وتدرك أن المنطقة العربية والمنطقة الأفريقية هي مناطق بكر اقتصادياً تحتاج إلى مشروعات اقتصادي كبير للغاية وبالتالي يمكن أن تمثل محرك مهم الاقتصاد الصيني من خلال مشروعات التنمية مشروعات الاستثمار مشروعات التعاون والتبادل التجاري وبالتالي هذه المشروعات تحقق ترفع من مستوى معيشة سكان هذه الدول وبالتالي ترتفع قواتهم الشرائية وبالتالي يجبرين على الشراء وبالتالي يفتح الأسواق هذه الأسواق للمنتجات الصينية سواء المنتجات القادمة من الصين أو المنتجات الصينية المنتجة في هذه الدولة وبالتالي تصبح هناك قوى شرائية محركة للاقتصاد الدولي وبالتالي ينشط الاقتصاد الصيني لذلك فالاقتصاد الصيني هو الأعلى نمونا على مسؤول العالم وهذا العام يتوقع أن يصل إلى 5% على عكس توقعات البنك الدولي وهو نسبة عالية جدا في ظل الظروف الدولية وفي ظل تحديات الدولية اللي بيوجهها الاقتصاد الدولي دكتور عماد ماذا عن البريكس وبالطبع الصين ومصر في انضموا أو منضمين لاتفاقية البريكس فماذا عن الفوائد التي ستعود على البلدين نتيجة هذا الانضمام بالتأكد مصر انضمت مطلع هذا العام إلى تجمع بريكس وهو تجمع اقتصادي بالغ الأهمية بيضم عدد من أهم الاقتصاديات العالمية النشأة بيضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وانضمت إليهم ست دول أخرى وهي مصر والسعودية والإمارات والإيران والسيوبيا والأرجنتين بالتأكيد هذا بيمثل تطور كبير في العلاقات الاقتصادية ليس ما بين مصر والسن فقط إنما ما بين مصر وهذه الدول وخاصة الدول القبرى منها وهذا التجمع بيضمن لمصر الكثير من المحاول التي يمكن من خلالها أن تعزز من قدراتها الاقتصادية أو تعزز من قوتها في التحرك في المجالات الاقتصادية المختلفة مثل سواء من خلال البنك التنمية الجديد الذي يعتبر أحد مصادر التمويل والتابع لتجمع البريكس وتستطيع مصر من خلاله الدخول في مشروعات وتمويل مشروعات تلموية مختلفة في مختلف المجالات ومصر هذا العام استضافت المؤتمر السنوي لهذا البنك أيضا تستطيع مصر أن تدخل في إطار منظومة تبادل السلع والخدمات من خلال العملة المحلية مع هذه الأجارة وبالتالي هو يخفض من حجم الضغوط المضوع على مصر بفعل الدولار الأمريكية وتستطيع مصر التبادل التجاري مع الصين مع روسيا مع الهند مع البرازيل مع الدول الأعضاء من خلال العملة المحلية في الحقيقة هذا كان سيكون السؤال التالي ما هي الاستفادة التي ستعود على البلدين في تطبيق سياسة العملة الموحدة؟ يعني بالتأكيد بص حضرتك أنا نحن لا عايزين نتفاعل أولا نتشامل ولكن نحن نعايزين نكون وقعيين بالتأكيد هناك هذا التبادل لن يكون بشكل كما نتوقع جميعا يعني بشكل كبير أو له تأثير كبير لسبب مهم جدا هو التفاوت الكبير في حجم التبادل التجاري ما بين مصر والصين يعني زكاة الصين تصدر لمصر ب11 مليار دولار فمصر تصدر للصين بمليار دولار فقط هناك فرق كبير بالطبع حتى التدفقات السياحية الصينية ما زادت ليست بالقد الكبير وبالتالي سيكون حجم التبادل العملات في إطار ما يمكن أن توفره مصر للصين من صادرات سيكون ذلك أكثر أهمية وأكثر جدية وأكثر فعالية إذا يعني نجحت مصر في تغيير هيكلها الاقتصاد والاعتماد على في التصدير أكثر الاعتماد على الصناعات الإنتاجية وتحول الاقتصاد المصري من الاقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجية يقوم على يعتمد على الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة والزراع وتطوير النظم الزراعية وبالتالي تكون لدى مصر فرصة أكبر لتصدير لزيادة صادراتها إلى الصين خاصة أن الصين تشترت جودة عالية للواردات التي تقوم بإدخالها إلى الصين وأعتقد أن هذا سيكون يعني سيأخذ بعض الوقت ولكنه ستحقق على المدى المتوسط من خلال الصناعات الصينية التي يتم تصنحها في مصر ومن خلال توطين التكنولوجيا والصناعات المتقدمة الصينية في مصر والتي يمكن إعادة تصديرها إلى الصين مجددا لأن توطين التكنولوجيا الصينية والصناعات المتقدمة في مصر لا يصبح في صراحة مصر كما قلت لكن في صراحة الصين أيضا بسبب أهم أيضا هو أن هذا يجعل هذه الصناعات يتدخل في إطار أي عقوبات أمريكية أو أوروبية على الصناعات والتجارة الصينية وبالتالي تستطيع هذه الصناعات الصينية المنتجة في مصر أن تفلت من هذه العقوبات وبالتالي يمكن تتزيرها إلى السوق الأوروب والأمريكي أو تتزيرها إلى السوق الصين في الحقيقة حوار شيق وممتع أشكرك شكرا جزيلا دكتور عماد الأزرق على تشريفك لنا شكرا لحظاك والأسادة المشاهدين شكرا دكتور عماد الأزرق رئيس مركز التحرير للدرسات والبحوث نشكركم أعزائي متابعي بودكاست بتوقيت بكين وإلى لقاء آخر إن شاء الله دمتم سالمين